عجيب سواء داخل الملعب أو خارجه فمنها الفكاهية ومنها الغريبة إلى حد كبير ففي باراقواي شهدت ملعب كرة القدم وقعة غريبة جدا جدا عندما قام كلب بمهمة المساعد لكارلوس ساكيير المدير الفني لفريق المدينة 2 مايو الكلب المعروف باسم غوراني تيسابارا بسبب لون عينيه السودويتين والبالغ من العمر عشر سنوات يحظى بعناية خاصة من القائمين على النادي الكلب تيسابارا يقوم بدور المدرب المساعد بعدما أصبح الصديق المخلص لساكيير وبدأت القصة بينهما لأنه دائما ما كان يقوم بإعطاه قطعة من الفطير للكلب في إحدى المناسبات ومنذ ذلك الوقت يتواجد بجانب في التدريبات والمباريات ويقف الكلب في كل مباراة بحماس على خط التماس خلف المدرب كما يقف بجانب في التدريبات مع اللاعبين ويرافق في جميع الأماكن التي يذهب إليها كما أنه أصبح صديق اللاعبين وعضاء النادي ويشاركهم في التدريبات اليومية والأنشطة كما أنه يذهب معه خلال لقاءات الصحفية الكلب تيسابارا أصبح محبوب الجماهير المتابعة للنادي ليتسابقون الالتقاط الصوري معه من على المدرجات كما أصبح الفائل الجيد للنادي أحمد العنزي الراي ترجمة نانسي قنقر